بعد وصفها للرجل بالخروف تحويل ردو الشربيني للتحقيق مش فاهمة ليه البنات ما بتحب اشتاكل لحم الخروف بس بتحب ترتبط به بالكلمات دي أسأت ردو الشربيني إلى الرجل ووصفته بالخروف ومن ساعتها السوشيال ميديا تقلبت لدرجة ان سي بي سي حولتها للتحقيق فيطر ايه اللي حصل من كم ساعة فاتت ردو الشربيني تصدرت المشهد على موقع التواصل الاجتماعي وده بعدما قررت قناة سي بي سي احالتها للتحقيق بسبب منشرها على حسابها الرسمي موقع التواصل الاجتماعي بالفيسبوك بيحمل الإهانة للرجل أيام عيد الأطحى المبارك وده ما كانتش المرة الأولى اللي بتصير بها الجدل على صفحات السوشيال ميديا رغم اللي كتبته ردو الشربيني ما تزعش ولا اتنشر على أي منصة من منصات القنوات سي بي سي دي كتبت البوستة عندها على حسابها الشخصي ردو ربطت بين أكل لحم الخروف العيد الأطحى وبين كتير من البنات اللي مش بتحب النوع ده من اللحوم اللي هو الضاني ورح يتقيلها مش فاهمة ليه البنات ما بتحب اشتاكل لحم الخروف بس بتحب ترتبط به طبعا الهجوم والانتقاد كانوا منصيب ردوة ففي ناس من الجمهور شاف إنه البوست في أهنى للرجل والست والأكيد إنه قال على الرجل إنه خروف وده خل سي بي سي تاخد إجراء ضدها وفي بعض المتابعين قالوا إن ردوة بتتكلم عن البنات اللي بتكون عارفة إنه حد مش مسؤول ومش راجل وتصر تتجوزه ودي مش صفات تعيش معها وفي اللي بيقول إن غلطت ردوة إنها عممت وما قالتش بعض البنات وفي حد تالت بيقول هي أكيد مش قصدها على كل الرجالة بالخروف ولا عمرها تقول كده على أبوها واصحابها واللي شغالين معها لكن اللي على رأسه بطحة هو اللي خد الكلام على نفسه دي مشكلته وكان البيان بتاع سي بي سي بيقول أعلنت إدارة قنوات سي بي سي عن تحول المزيع ردوة الشربيني للتحقيق بسبب البوست الذي نشرته على حسابها الشخصي والذي تسبب في إساية اسم المؤسسة رغم إنه لم يزع أو ينشر على أي من القنوات ودي ما كانتش أول مرة ردوة تصير بها الجدل فقبل كده كتبت ردوة على حسابها الرسمي تويتر وعلقت وقالت أقرب طريق إلى قلب الست إنك تطلع راجل وهجمت ردوة الشربيني الراجل وكتبت عبر حسابها على تويتر تغريدة بتقول فيها تديله أكبر من إمته هيدديلك أقل من إمتك هي الدنيا كده ودي مش المرة الأولى اللي تدخل فيها ردوة الشربيني في حرب كلامية مع متابعينها بسبب آراءها عن الرجالة خاصة إنه معروف عنها دفاعها عن المرأة وانتقاضاتها الشديدة للرجل المصري لكن في أنصر ردوة بيقولوا إنها مش متحملة على الرجالة هي مش عايزة البنات تتجوز واحب يضربه بيهين وبيختفي وبيظهر على مزاجه عايزة البنات تتجوز رجالة تحمل بنات وتسعدهم ويعيشوا في سلام فيترى أنت مع تحويل ردوة للتحقيق والذي كانت زلت لسان